برضو من الحاجات اللي عايزين نفهم أكتر عنها الحيوانات المنوية دايما نتكلم عن الرجل هنتكلم عن الحيوانات المنوية زي ما نتكلم عن مرة نتكلم على البويضات وما إلى ذلك الحيوانات المنوية قصتها طبعا متعلقة بالعقم فكرة الحيوانات المنوية تتأثر بشكل ما إيه أسباب ده وممكن يحصل إزاي؟ الأول نتكلم عن الحيوانات المنوية أنا عايز بس أحبط حاجة كده في الأول إن أنا لازم هنعمل تحليل سائل منوي جماعة مش أي معمل بيعمل تحليل سائل منوي بشكل جيد اللي احنا عايزين فيه معامل بتبقى مختصة فياريت ما نسبقش قبل ما نروح للطبيب ونقول احنا هنعمل التحليل لوحدنا نروح للطبيب وهو بيوجهنا لمراكز مختصة في مراكز زكورة بتكون هي مختصة انها تعمل تحليل السائل المنوي او مراكز اطفال انابيب بتكون هي برضو مختصة انها تعمل تحليل دقيق تحليل ده احنا بنكشف فيه عن كذا حاجة من ضمنها عدد الحانوات المنوية لان لو قال عدد الحانوات المنوية تمام بيكون ده سبب من الاسباب حركة الحان المنوي احنا بنبص للنسبة قد ايه بيتحركوا وطبيعة الحركة كمان هل هي حركة سريعة ولا لأ في حاجة اسمها تشوهات في الحانوات المنوية هل هي بتزيد عن نسبة معينة او لا فده يقللي من فرص وجود التهابات في السائل المنوي فكل ده هو بيشخصتي الاول انا فين انا مشكلتي الاول فين وبعدين ندور على أسباب أسبابها بقى هي الأسباب اللي احنا قلناها قبل كده اللي هي ممكن لو فيه نقص في العدد فيه مشكلة في التشوهات مشكلة في الحركة ممكن يكون دوالي ممكن يكون التهابات لكن أعرف الأول هو حجم المشكلة عنده شكلها إيه بالزبط فيه تحليل إضافي كمان دلوقتي احنا ساعات بنحب نعمله طرح بقاله كام سنة وأصبح يفيدنا في حالات مش قليلة اللي هي بنسميها DNA Fragmentation أو التكثر المادة الوراثية في الحيون المنوي فده بيبقى تحليل ساعات الطبيب ممكن ينصح به أن هو يتعمل إضافة إلى التحليل السائل المنوي العادي ده لي علاقة به أن السبب ممكن يكون موجه ناحية الجين أو الجينات ده لي علاقة أنه هو لما بيحصل تكثر في المادة الوراثية دهون ده بيخلي فرص أنه هو يحصل تخصيب أضعف فساعتني لقي تحليل السائل المنوي شكله جيد بالمعايير الأولية ولكن يحصل أن نحن نلاقي خلل في دهون وساعتها مهم أن نعرف إيه الأسباب اللي هي بتؤدي إلى خلل في الـ DNA Fragmentation دوالي الخصية من الحاجات الحقيقة كم كان أشرت ليها وقلت أدية هميتها قصوى أو بنشوفها بشكل شائع وهي بتسبب العقم إيه قصة دوالي الخصية ممكن تنتج أو تحصل إزاي ولو حصلت ممكن يكون علاجها إزاي دكتور عمري دوالي الخصية هي موجودة عند 15% لـ 20% من كل الرجال تمام؟ عندهم دوالي خصية عندهم دوالي خصية يعني مرض موجود وشائع موجود وشائع وبيتواجد من أول تقريبا مرحلة البلوغ يعني سنة 16-17 إحنا بنلاقي إن هو بتتواجد دوالي الخصية هي حاجة خلقية يعني هي مش حاجة إن أنا قمت بيها فعملتها فجابت لي نتجتها دوالي الخصية دوالي الخصية هي باختصار كده هو إن الدم بيرتجع عكس اتجاهه إحنا عايزين نصرفه بعيدا عن الخصية لا هو بيرتجع للخصية مرة تانية اتجاهه ده بيأزي الخصية لأنه رجع بأشياء كنا عايزين نبعدها ممكن يرفع من درجة حرارة الخصية فإذن ممكن يؤدي إلى خلل في وظيفة الخصية اللي هي أهم وظيفة لها هي إنتاج حانات منوية سليمة صحيح الدوالي إحنا بنقسمها كمان لمراحل يعني فيه حاجة اسمها دوالي درجة تالتة ودوالي درجة تانية ودوالي درجة أولى دي بنعرفها عن طريق الكشف كشفه مهم قوي ويليه عن طريق المجاد فوق الصوتية لأن أنا حسب درجة الدوالي وربطتها بتحليل السائل المنوي اللي أنا حقرر إذا كنت أنا محتاج أعالج الدوالي أو ما تكونش تشكل بالنسبة لي أهمية قوي في هذا المجال